يمكن أن تكون مشغولا أو متعبا أو كبيرا بالسن ولكن هذا ليس عذر لعدم الحفاظ على لايقتك البدني وهناك خطر كبير في نمط الجلوس معظم اليوم في النشاط العام لأن الجسم يتكيف مع الوقت ليتصلب على شكل الكرسي ويفقدك أغلى ما تملكه في جسمك وهو الكثل العضلي لذلك بهذه الحلقة خصصت 10-80 بسيطة وهادفة يمكنك القيام بها أثناء الجلوس مدتها 10 دقائق ولكنها تحافظ على مرونة مفاصلك وقوة عضلاتك وتحميك من آلام أسفل الظهر إذا مارستها بانتظام بدون أي تأخير خلينا نشوف طريقة تطبيق هذه التمارين لن تحتاج للنهوض من الكرسي لعمل هذه التمارين سنبدأ من الأرجل صعودا للأعلى بهدف إرجاع الدم الراكد إلى القلب رقم واحد دوران الكاحل قم بتدوير كاحليك في كل الاتجاهين حركة دائرية لكامل مدى المفصل في الاتجاه الداخلي 10 عدات ثم الاتجاه المعاكس الخارجي 10 عدات هذا التمرين يحافظ على مرونة المفصل ويجعلك أقل عرضة للمعاناة من الالتواءات رقم 2 إطالة الساق اسند ظهرك على الكرسي ثم ارفع قدميك عن الأرض وافرد الركبتين شد أصابع قدميك نحوك لتشعر بشد في عضلة الساق الخلفية استمر بالشد لمدة 30 ثانية وعندما تنتهي اعكس الاتجاه لإطالة العضلات الأمامية ستعمل هذه الإطالة على تحسين مدى العضل الحركي وإيضا تعزز تبادل السوائل لتقلل خطر الإصابة بالجلطات الدموية رقم 3 فرد الركب اسند ظهرك على الكرسي ثم شد عضلة الفخذ بأحد الساقين لتستقيم الركبة وعد ثلاثة عدات ثم أنزلها وكرر للساق الأخرى بهذا الشكل أيضا قم بالعد ثلاثة عدات وهكذا حتى تكمل 10 إلى 15 مرة لكل ساق هذا التمرين جيد للعضلة الرباعية وهي أكبر عضلة في جسمك لمنع ضعفها وتكسر أليافها رابعا ماشي الوركين شد ظهرك ولا تتكئ على المسند بإمكانك مسك جوانب الكرسي للتثبيت الآن قم برفع أحد ركبتيك لأعلى بدون فرد الركب بقدر ما تستطيع بهذا الشكل وعد ثلاثة عدات قبل إنزالها وارفع الرجل الأخرى وأيضا عد ثلاثة عدات وهكذا حتى تكمل 10 إلى 15 مرة لكل طرف سيقوي هذا التمرين الحوض والوركين ويحسن مرور الدم للأرجل رقم خمسة شد الأرداف هذا التمرين بسيط جدا ولكنه في غاية الأهمية ببساطة قم بشد عضلات الأرداف لمدة عشر ثواني بهذا الشكل وكرر ذلك عشرة مرات لا يوجد حركة في هذا التمرين تمرين بسيط ورائع ولكنه يقوي عضلات الحوض وعضلات الأعضاء التناسلية بالجملة سادسا دوران الجذع الآن لنقم بتمرين بسيط للحفاظ على مرونة الظهر ابتعد عن المسند وضع قدميك على الأرض ثم ضع يديك على الأكتاف الآن بدون تحريك الوركين أدر الجزء العلوي من جسمك إلى اليمين بقدر ما تستطيع وعد ثلاثة عدات قبل الدوران إلى الجانب الأيسر وكرر ذلك عشرة إلى خمسة عشر مرة إذا كنت تشعر بألم في الظهر فبإمكانك إضافة إطالة لهذا التمرين أمسك المسند بيديك وقم بإطالة الجذع بهذه الطريقة قد تسمع فرقعة الفقرات وهذا طبيعي رقم سبعة إطالة البطن والصدر تحرك إلى حافة المقعد وانحني للخلف على مسند الظهر ثبت الأرجل على الأرض وقم بسند الرقبة في وضع اليدين خلفها الآن انحني للخلف بقدر ما تستطيع وشد المرفقين للأسفل حتى تشعر بشد مريح في عضلات البطن والصدر احتفظ بالشد ثلاثين ثانية وكرر التمرين ثلاثة مرات هذا التمرين ممتاز لشد العضلات الفقارية العميقة ويعالج ألم التنفس لأنه يعمل على فرد العضلات الصدرية وعضلات الأضلاع رقم ثمانة إطالة الأذرع والأكتاف اسند ظهرك في وضع مستقيم وفرد ذراعيك إلى الأمام الآن حرك الضراعين بشكل دائري في كامل مدى مفصل الكتف خذ الشهيق وأنت ترفع ذراعيك وأخرج الزفير مع نزولهما وكرر ذلك 10 إلى 15 مرة حاول إطالة المفاصل وكبر الدائرة بقدر المستطاع لتحصل على الفائد القصوى من الحركة وقم تسع دوران اليدين قم بتدوير اليدين من الرسغ في كل الاتجاهين حركة دائرية لكامل مدى المفصل في الاتجاه الداخلي 10 عدات ثم الاتجاه المعاكس الخارجي 10 عدات هذا التمرين يحافظ على مرونة المفصل ويقل الخطر الإصابة في متلازمة النفق الرسغي وأخيراً إطالة العنق عضلات الرقب المشدودة هي أسوأ عدولك ويمكن أن تخسل الكثير من الوقت والمال في سبيل التخلص منها اسنت ظهرك في وضع مستقيم وارفع رأسك وانظر الأمام قم بتثبيت اليد اليسرى بإمساك طرف الكرسي ثم قم بإمالة رأسك تجاه كتفك الأيمن بإمكانك أن تزيد من الشد في الضغط برفق الأسفل ثم العد 10 عدات وكرر ذلك 5 مرات ثم انتقل وكرر نفس العملية للجانب الأيسر ولا تنسى أن تكرر نفس العملية بإطالة عضلات محور الأمام والخلف وهذا كل شيء الآن بإمكانك العودة لممارسة عملك بنشاط وحيوية كرر هذه التمارين مرتين إلى أربع مرات في اليوم طالما أنت جالس أثناء نشاطك المعتاد وفي الختام أذكرك أنه يجب عليك يوميا تخصيص وقت لممارسة الرياضة مع رفع أوزان مناسبة وبتكرار موائم لنشاطك اليومي للمحافظة على مفاصل جسمك وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر